السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة معنا قصة جديدة قصة برج القاهرة تم بناءه بين عامي 1956 و 1961 من الخلصانة المسلحة على تصميم زهرة اللوتس المصرية ويقع في قلب القاهرة على جزيرة الزمالك بنهر النيل ويعد من أشهر المزارات السياحية في القاهرة يصل ارتفاعه إلى 187 مترا وهو أعلى من الهرم الأكبر بالجيزة بحوالي 43 مترا يوجد على قمة برج القاهرة مطعم سياحي على منصة دوارة تدور برواد المطعم ليرو معالم القاهرة من كل الجوانب بني ما بين 1956 و 1961 وصممه المعماري المصري نعوم شبيب شارك في بناءه نحو 500 عامل مصري ويتخذ شكل زهرة اللوتس فرعونية الأصل قد بلغت تكليفة بناءه نحو 6 ملايين جنيه مصري في ذلك الوقت وهو المبلغ الذي دفعته للولايات المتحدة لشراء الموقف المصري دون جدوى ويطلق الأمريكيون على البرج اسم شوكة عبد الناصر كناية عن صلابة الموقف المصري في هذه المرحلة ترجمة نانسي قنقر